السلام عليكم ورحمة الله هل تحب أن يجعل الله لك من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة وأن يرزقك من حيث لا تحتسب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب والحديث حسنه ابن حجر في الأمال المطلقة وهو في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة ورجاله رجال الحسن والله أعلم هشام بن عمار صدوق والوليد بن وسلم ثقة يدلس ولكن لا ضير من تدليسه هاهنا لأنه صرح بالسماع محمد بن علي بن عبد الله العباسي وأبوه علي بن عبد الله ابن عباس ثقتان وأما عن الحكم ابن مصعب فقد جهله البعض ولكن قال عنه الذهبي بأنه صويلح وبذلك يكون هذا الحديث حديث حسن ثابت والله أعلم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وانصر من اتبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته